إعادة شجر اللزاب إلى قمم لبنان وجبال السلسلة الغربية مشروع واحد جداً أطلق بشعار لأونا تنزرى خمسة آلاف شجرة اللزاب على تل تصليب في عينات الأرض حمد في التجيير باللزاب أطلقت برعاية راعي أبرشية دير الأحمر والبقاع الشمالي للموارنة المطران حن رحمة بالتعاون مع بلدية عيناتها ممثلة برئيسها ميشان رحمة وجمعيتها مملكة اللزاب ودرب العين هالأرض في ناس حميتها لكن في ناس قصة شجرة واليوم مملكة اللزاب وبلدية عيناتها وجمعية درب العين عن يرجعوا يخلوا هالشجر ترجع تنمى بهالأرض الحلوة خمسة آلاف لزابة شي حلو كتير لح ترجع تنمى بهالجرد مملكة اللزاب مصدر هاللزابات بمحبتهم وبقلبهم الطيب زرعون رئيس بلدية دير الأحمر ميشان رحمة أكد أن حملة زراعة خمسة آلاف شجرة للزاب انطلقت توازيا مع عملية قطع للأشجار من أجل التدفئة فيما العدو اليوم يقوم بحرق الثروة الحرجية اليوم نحن انطلقنا من زراعة خمسة آلاف شتلة للزاب المشروع هو طبعا أكتر إنما البداية هي بتبلش من هون حوالها الخمسة آلاف شتلة التحضيرات لأنه تنزيد المسيحات بذات الوقت نحن عم نشتغلها وإن شاء الله خير مسؤول مشتغل للزاب في بلدة برأة داني جعجع نوها بالشراكة بين بلدية عيناتا وجمعية درب العين مشيرا إلى توقيع عقد مع دير الكيخن بإيجاد طريق نجذب فيها هذا الطائر إلى هذه الشجرة كي تكون قابلة للحياة اشتركوا في القناة